فلا خير فيكم وأهل الشام دائما وأبدا إذا رجعنا إلى التاريخ ومر التاريخ دخلها الغزاد دخلها الإنجليز دخلها الفرنسيون دخلها التتار كل من دخل بلاد الشام أراد فيها سوءا فهو إلى زوال أبشروا أنه إلى زوال من كان يكون وتحت أي راية كانت إلا إن كانت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله أقول لكم تمسكوا بها وسيروا عليها أي كان سواء كنا جيش حر أو كنا جبعة نصر أو أنا جبعة شامية أن نقف تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر من أجل إذا قتلت في ساحة المعركة أو قتلت في بيتك أو هدم عليك بيتك إذا سألك الله يوم القيامة فيما قتلت قتلت يا عبدي قلت له فيك يا رب لا أريد مالا ولا أريد جاها ولا أريد عزا ولا أريد إنما أريد أن أطهر البلاد من النصيرية من الكفر من الظلم من الذين سامون السوء العذاب وأبشر أخي المسلم أن الصبر أن النصر مع الصبر وأن الصبر مع الفرج لابد من الصبر ولا بد من المصابر وإن طال الأمد بنا إلا أنها من أجل أن يميز الله الخبيث من الطير إذا رجعنا لأول الثورة بماذا نصرنا الكل يعرف نصرنا بالبنبوكشين بالبروت الصيد بتفنقه الذي عنده روسيا كانت قليلا جدا جدا نصرنا الله ورفعنا الله وأعطانا الله وطهرنا هذه البلدة من الأرجاس الأنجاز واليوم نحن عندنا من السلاح ما يكفي لكن لا بد لنا من عقيدة لا بد لنا من إيمان لا بد لنا من إسلام عندها تنصر وسننصر إن شاء الله النصر قريب والفرج قريب لكن لا تملوا ولا تيأسوا والكل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلمة نلقى بها الله يوم القيامة ونعاهد بعضنا عليها أن نحب بعضنا أن نكرم بعضنا أن نتآلف مع بعضنا أن نكون مع الفقراء لأننا بهم ننصر هكذا يقول رسول الله إنما بكم ننصر